السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله خواتي بصفتنا تكون عبارة على واحد الكيك بالكراميل تيجيل ديد الزفت مع الفيديو الاخر قد نبدأ اول حاجة بالمقادير اللي غادي نحتاجه اليوم وربعة الحبات ديال اللي بيض يكونوا بحردات المطبخ يعني ما يكونوا مش في تلاجة لدينا كاس ديال عنبا مخلط زيت وزبدة ممكن نديره غرز زيت عندي كاس ديال عنبا ميتين ميل لتر بالضبط يعني الحليب خاص يكون ميتين ميل لتر عندي كاس ديال سانيدا عندي واحد شوية ديال الشوكولات اللي غادي نطعب الموز سرقيق اولاك تحكوه الي بغيتو عندي واحد الفلون ديال الكراميل جوج خمارات من الحجم ديال 8 قرام 800 قرام سم جموع 11 قرام عندي شوية ديال القرقع واللوز ولا اي فواكه جافة تتعجبكم وعندي هنا يجمع اللق ديال الكراميل الكراميل اللي تيكون اما تيتباع جاهز اولاك تصيبوه في البيت ديالكم واحد الحاجه ممكن تستغنوه فقط ممكن تديرو عدك الكراميل ما تديروش تديرو غير فلون ديال الكراميل يعني ممكن تستغنو عليه إلا ما عندكم شكيف ممكن تديرو النقهة ديال الكراميل هكا اتباع عند ناس اللي يبيعو له وزيم الحلويات هدو هم المكونات اللي نحتاجوه دقيق حسب الخليط هدين ناخدو دكرة بعض الحبات ديال البيت اللي كي يكون ميكونش في تلاجة كنضيفو لي سكر سنيدة و كنطربوه مزيان حتى كي يبيض لين الخالط نقول لكم واحد الحاجه سواء خدمتو هكا بطرب الكهراء باقي او لا خدمتو في الكاس وش كتطحنو العاصر نفس الشيء ضروري ما تطربو البيت مع السكر مزيان عذا كتبدو تضيفو الزيت مع الزبدة بالتدريج بحالا غادي تصيبو المايونيز بالنسبة للزبدة كيف قلت لكم اما تديرو الزبدة ولا ما تديروهاش كيف قليكم الاختيار ولا ما تديروهاش الزيت نباتية فقط المقادير كلها بالقرام هدى تلقاهوه في صندق الوصف كنضيفوه انا عندي جاجمعالق ديال الكراميل هو عادة هاد الكيك كندير فيه داك الحليب المركز كراميليزي لكن انا ممتوفرش عندي درتوه بالكراميل غادي نضيف داك ميتين ميليليتر ديال الحليب لانا كاس ديال العنبارة يهز واحد مية وخمسين تل مية وسبعين ميليليتر لكن في الحليب هنا ضروري يكون ميتين ميليليتر يعني تشدو كاس وربع ديال العنبه كنضيفو الحليب وتنخلطو كيف كتشافو معايا ونضيفو اذاك الكيس ديال الفلون تاوران يدفتو انا ايه هنا درت الفلون اللي كيكون كبيره انت ممكن تديرو جوج صغار عندي هنا ثلاثة الكيسان ونص ديال الطحين اللي هي تلتمية وخمسين قرام خديتها دستليها جوج ساشيات ديال الخميرة مجموع 16 قرام سافيا غادي نغرب هاد المكونات مزيان مكونات جافة نغرب هاد المكونات جوج مرات كنعود نذكر انا ممكن تديرو فقط لفلون ديال الكراميل الى ما كانت متوفر عندكم الكراميل اللي عندهم الحليب مركز اللي كيكون كراميليزي اللي كيكون هاد اللي كي يتباع ولكن اللي كي طيبو الحليب عادي اللي تيكون هكا محلة كان طيبوه في الكوكوت مدة 45 دقيقة مع الماء رح سيبو للينا حليب مركز كراميليزي اضيفو جوج معالقي لكان عندكم ما كانش عندكم كيف ما كديرو النكهة او لا كديرو فقط اكتفيو فقط بالفلون ديال الكراميل كان بقون نضيفو دقيق ديالنا بالتدريج وحنا تنحركم للدحط اللي فوق اللي السبب الرئيسي اللي تيخلي الكيك ينزل هو الدقيق شي يكون ناقص بالاضافة اللي كنتو كتحلو على الكيك ديالكم يعني قبل ما كتفوت ديك ثلاثين دقيقة كنو متأكدين سواء كان فرن ديال الضوء او فرن ديال الغاز ان الكيك غد يبط لهذا نتأكدو منهم الكيمياء ديال الطحين تكون كافية ما نخليش خالط خفيف وبنسبة الفرن ديال الضوء ولا فرن ديال الغاز ما نحلوش على الكيك ديانته تكتفوت ثلاثين دقيقة غادي مناخد ذاك الشكولاتي عندي قطعته غرب الموس بالاضافة الفوكيل الجفالية شوية ديال القرقع واللوز غادي نزيدهم نغرب لهم كندوزهم شوية ديال الضوء باش ما كيهبطوش لي يعني التحت كيبقاو شوية يعني في الوسط ديال الكيك صافي وغادي نضيف من التحت للفوق دائما نحرق واحد حريقة وغادي نجده واحد المول اللي دهنها بالزبدة ورشة بطحين وديالها في الموجميد هادي قاعدة بالنسبة لي انا دائما في المول ديالي قبل ما كنا نبدأ نخدم الكيك كنا ناخد المول كنا ندهنوا بالزبدة رشوا بطحين وكنا ندخلوا الفريقو مدد روبي ساعة اول حاجتي يعاون ان الكيك تيجي طالع ثاني حاجة كتفادوا ان الكيك يعني كيلسق لكم في المول خصوصا هاد المول ديال الالمينيوم صافي هنا يا غادي ناخد بالنسبة المول اللي مستعملي انا القياس ديالو ستو عشرين سنتيمتر قطر ديالو ستو عشرين سنتيمتر صافي غادي ندخلو دابا الفران فران سواء كان ديال قاز او كان ديال ضو فانا دائما سنفضل الكيك يا طيب فران بارد كندخلو كنحطوه في الوسط وكنشعلو عليا غيرل تحت تحتك يا طيب حتى كي بدنا تحمر من جنة بده استقريبا 35 دقيقة حتى 40 دقيقة كنحلو عليا مقاعدة كنشعلو عليا من الفق كيكمل طيب ديالو كيتحمر ودائما باش نتأكدو ان الكيك ديالنا طاب فحنسا هندخلو واحد السكين او لواحد يعني واحد لشي حاجة اللي باش نعرفوه طاب مني تيخرج ناشف صافي نكونوا متأكدين كيكتين ناره طاب مني تنحيدوه من خرجو من فران كنخليه يبرد واحد شوية كننديمو له وهنايا غادي نزينوه انايا غادي نعطيكم مقطير رح ديالي اللي غادي نزين به خديت واحد ربع كاس ديال الحليب بستعلي واحد مئة وعشرين جرام ديال الشوكولات وضيتهم فوق البوطاء يعني خليت الحليب حتى غلعت ستعلي الشوكولات مقطع رقيق صافي خليتهم حتى يعني كي يدوب ليداك الشوكولات في ذاك الحليب والصيدره ممكن تدر يعني الطريقة العادية كي يدوب شوكولات ويزد علي الياغورت او لكي يزد علي الياغورت على الشوكولات هناك يبقى لكم الاختيار الصيدره اللي تدر القناسج المتامدة غادي نجيبو حد شوية شوية ديال الشوكولات بالحليب تاوادوه بتغربو حدوث ثم حدوث زيت صافي غادي ندر بيخطوط من الفوق فقط دائما انا تنقول ان تزيين كي يبقى على حساب كل سيدة يعني ايو كيفاش بغايت تقدم هاد الكيك دياله ممكن تخلي وغيره كاك وتبودريه بشوية ديال السكر غلاسي يعني وتقدموه ماشي شرط انكم تدروا لي غلاسج شوكولات او لا تدروا ليها كيف مجد لكم راسي ده هنا ايو اللي بغايته صافي زينتو بشوية ديال فوقي الجافة من الفوق وتنقدموه بصحة ورحارة تيجي زوين خصوصا نسي سيعجوه ما تقضيه الكرامي تيجي واحد الكيك اللي يوزوين ممكنك تقدموه مع الصباح ويسدي القهوه والافلاشية كانت من اخواتي الفيديو ديال يوم يكوني جبكم خليتلكم الراحة الى حلقة مقويلة بحولي لا دمتم في رعاية الله وحبته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة